طيب طبعا الناس برد يتحدثوا عن يعني الأصل أصل اللغة أصل اللغة العربية وأصل أي لغة هم يعرفون فإذا تحدثنا عن الأصول نحن نجد أنه هذه اللغة اللغة العربية تحديدا هي أصل اللغات ودليلنا يا إخواننا واضح فربنا سبحانه وتعالى في قوله وعلم آدم الأسماء كلها شرح ابن فارس لهذه الآية وتفسيره لها كان تفسير منطقي جدا قال علمه جميع أسماء الأشياء علم آدم الأسماء كلها قال علمه جميع أسماء الأشياء من وحش الخلاء وطير الفضاء باللغة العربية ثم انتشر بنوه في الأرض فاختلفت ألسنتهم كما اختلفت ألوانهم وحفظ هذا اللسان في تلك الجزيرة يقصد اللسان العربي حفظها في تلك الجزيرة لكن أسمع الكلام الأخطر قال وسخر الله سبحانه وتعالى لها أقواما من زو الأفهام الشفيفة سخر الله سبحانه وتعالى لهذه اللغة أقواما من زو الأفهام الشفيفة فاستحفظوها وحفظوها حتى تنزل بها القرآن الكريم حتى تنزل حفظوها واستحفظوها فحفظوها حتى تنزل بها القرآن الكريم لتتعاطى معه سر الحياة وإكسر الخلوب فبقيت وخلدت وماتت محل ما سواها من لغات هذا الحاصل يا أخوانا لغات الدنيا كلها ماتت وبقيت هذه اللغة سرا أبديا ومعجزة دال على أن نحن نتعامل مع شيء غير عادي يعني التعامل نحن حينما نتعامل مع هذه اللغة لا نتعامل مع لغة عادية هي مما علمه الله سبحانه وتعالى لآدم يوم ما نعلمه الأسماء كلها عنده دليل آخر أخطر من ذلك وهو كلمة آدم نفسها كلمة آدم علم آدم الأسوأ كلمة آدم دي يا أخوانا كل لغات الدنيا مسمي آدم لمسميه آدم واللغة الوحيدة التي تشرح كلمة آدم وتبين فلسفتها هي اللغة العربية لم يستطيع أن يبدلها لأن هذا هو الأصل آدم وهو الأديم الذي خلق منه طيب لماذا لم يكن لللغات الأخرى كلمات أخرى غير آدم يعني لكن آدم هو الأصل وهو الإسم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبيه أو البشرية فكان آدم وكانت دلالة واضحة على ارتباط هذه اللغة بأصل اللغات دليلنا الآخر في أن هذه هي اللغة وهي لغة الإنسان مطلقا هي اللغة التي علمها الله سبحانه وتعالى لآدم وأصبحت لغة الإنسان على إطلاق الإنسان إذا نظرنا أيضا لقول الله سبحانه وتعالى طبعا نحن عندنا المعجزة الأولى بقاء هذه اللغة يعني لماذا ماتت لغات الدنيا لماذا تحولت وتبدلت بصورة غير عادية حتى أنه لا يفهم النابهون من بنيها نمثل النقطة الثانية وهي أنه يعني إذا كان هناك الله سبحانه وتعالى علمها لآدم يوم ما نعلمه الأسماء كلها دكال ابن فارس وهو فارسي طبعا حتى أن الناس ما يتحدث عنه عن شيء آخر فارسي إذا نظرنا أيضا إلى أن هذه اللغة التي علمها الله سبحانه وتعالى لآدم يوم ما نعلمه الأسماء كلها هي لغة الإنسان انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أمران علمهم الله سبحانه وتعالى الإنسان تعليما أبديا لدنيا هما القرآن وهذه اللغة الشريفة والدليل عندي واضح طيب إذا قرأنا قول الله سبحانه وتعالى الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان التعبير بالفعل الماضي دلالة على اكتمال الفعل أي علمه وأكمل تعليمه هذه اللغة وغارسها في زينه المتهج في هذه المسألة أن نؤم تومسكي شيخ اللغويين المعدذين يتحدث حديث غريب جدا قال أن الإنسان يأتي إلى هذا الكون وهو مفطور وفي ذهنه نظام لغوي كامل متكامل الإنسان يأتي إلى هذا الكون وفي ذهنه نظام لغوي كامل متكامل مغروس في ما يسمى المستوى العميق في العقل البشر كلام تومسكي بنصه قال human is born with an ingrained with a perfect ingrained linguistic system الإنسان يولد بنظام لغوي مغروس في عقله نظام لغوي perfect كامل متكامل مغروس في ذهني واللغات الأخرى تختلف في ما يسمى بالمستوى السطحي أو السيرفيس لبل فقال man is born with an innate perfect linguistic system and other languages differ in the surface level واللغات الأخرى تختلف في المستوى السطحي للعقل البشر لكن قال deep in the human mind أو في العقل العميق للإنسان يوجد نظام لغوي كامل ترجمة نانسي قنقر